طيب ودي النتيجة انك عملت اكتر من 59 مسرحية ده فيه نجوم عزام عمله اكتر من 59 104 مسرحية 104 بس يمكن 59 للدولة مسارح الدولة هو الاكتر كانت مسارح الدولة طيب انت عارف انه فيه نجوم عزام اسماء كبيرة عمله 3 اربعة وفيه ما عملوش خالص فيه ممثلين اتعينت ممثلين في مسرح الدولة ولم تعتلي خشبة المسرح الى ان خرجت علماش كلمة غول مسرح دي الممثل الشاطر ولا الممثل المدرك للكواليس ولا الممثل يعني مين الغول ده يعني دايما نقول فلان غول مسرح هو ازاي توقفي قدام الجمهور وتسيطر عليه وتايمين عليه ويبقى مقتنع بيك يعني كان شغل الكوميدي او كان شغل التراجي دي المهم انه هو المتفرج ما يفلتش منك يبقى بيتفرج عليك وعنده حالة شغف وبيجي تفرج عارف انه سامة غور مثلا في المسرح دي يعني كان في جيلنا كنا بنجري وراء اسماء كبيرة جدا في المسرح منهم مثلا محمود ياسين منهم سامحة ايوب طبعا ممكن سناء جميل سهر الببلي ونجوم كتير جدا بالزبط نور الشريف دول كانوا غلان مصرح بحق حقيقة طب الرقم اللي انت قلت بولي 104 مصرحين انت اللي كنت بتروح ولا هم اللي كانوا بيجري وراك اولا هم كانوا بيرشحوني ثانيا انا كنت شبه متفرغ للمسرح يعني اخلص مثلا مسلسل فيديو اجرع المسرح كأن انت كنت مسافرة ورجع بيتي ده بيتي ده بيتي وكانوا بقى بيطلبوني في جميع المسارح يعني مين اللي بيطلبك مخرج ولا فيه فنانين كمان بيحس انه المخرجين انا عايز الممثل ده قوي برتاح في وجوده المخرجين واحيانا نجوم العمل زي مين مين عملت معا كتير وكان فيه كيميا كده يعني على المسرح ده كتير جدا كل الناس اللي انا شغال تماما يعني في القطاع العام مثلا سيدة سامحة ايوب طبعا سامحة ايوب يعني كانت تشوفني تقول لي ولا سامي بص اوقع تخرج عن نص شوف كلمة زيادة حتبحك ونتحك وتجبني ايو واخرج عن النص وتجبني تاني وتجبني وكان فيه كيميا رهيبة بينه وبينه واغلب نجوم من الستيناتا اشتغلت معا ترجمة نانسي قنقر